السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو حشرح معكم نموذج مراجعة الوحدة الخامسة من كتابة الإنجليزي للصفوف الثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني وهذا النموذج هو من عمل الأستاذة أسماء المجلاد جزاه الله كل خير وبالما أبدأ بالفيديو أتمنى من كل اللي بيشاهد الفيديو أن ينزل أسفل الفيديو ويشترك معايا في القناة ونبدأ باسم الله بمراجعة الوحدة الخامسة السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة إذن أنا في العادة أتناول غدائي في تمام الساعة الواحدة هنا هذه الجملة في زمن المضارع البسيط وفي زمن المضارع دائما نقول نختار الفعل في صورته الأصلية بدون أي إضافة لا يأتي في الزمن الماضي ولا يأتي مضاف إليه أس نضف إلى الفعل أس في زمن المضارع البسيط إذا جاء ضمير الفاعل هي والشي وأت هنا جاء ضمير الفاعل آي إذن سنختار الفاعل بصورته الأصلية ما هو الوقت الذي تشاهد التلفاز به؟ إذن هنا أيضا سألنا في زمن المضارع سألنا بدو إذن أيضا سنختار الفاعل في زمن المضارع بدون أن نضف إليه أي شيء لا نضف إليه ing ولا يأتي في الزمن الماضي نمبر ثري يستردي يستردي هنا تعني البارحة وتدل على الماضي إذا رأينا كلمة يستردي في الجملة فدائما دائما نختار الفاعل في الزمن الماضي إذن يستردي إذن البارحة أنا حليت واجباتي في تمام الساعة العاشرة إذن هنا هي الفاعل في الزمن الماضي وهي الماضي من الفاعل دو إذن سنختار الفاعل كما ذكرت في الزمن الماضي What time did you go to bed في أي وقت ذهبت به إلى النوم هنا لماذا اخترنا الفاعل في زمن المضارع وبدون أي إضافة لظهور دد في السؤال في السؤال إذا ظهرت دد دائما الفاعل يأتي بعدها بصورته الأصلية بدون أي إضافة ننتقل إلى السؤال الثاني أجيب على الأسئلة التالية What time did you get up yesterday في أي وقت استيقظت البارحة إذن هنا سألنا بيستردي إذن الإجابة يجب أن تكون في الزمن الماضي سنقول يستردي من نفس السؤال I got up هنا الفاعل get up في زمن المضارع أصبح got up في الزمن الماضي إذن yesterday I got up at 5.30 لن نختار الفاعل في الزمن المضارع إنما سنختاره في الزمن الماضي من نفس السؤال Number two What time do you take a bath في أي وقت تستحم هنا السؤال في الزمن المضارع لم تأتي did في السؤال ولم تأتي كلمة yesterday إذن الإجابة أيضا ستكون في الزمن المضارع لهذا السؤال هل سنقول she plays basketball at three لا لم نسأل عن لعبها لكرة السلة إنما سألنا متى تستحم I usually take bath at ten أنا عادة أستحم هنا take bath من نفس السؤال take a bath at ten o'clock إذن هي الإجابة الصحيحة ننتقل إلى put true or false ضع إما صح أو خطأ Number one I usually finish the school at one thirty أنا عادة ما أنتهي من المدرسة في تمام الساعة الواحدة والنصف هل هذه الصورة تدل على هذه الجملة؟ هذا الولد هو يفرش أسنانه He brushes his teeth إذن هو يفرش أسنانه لا يعود من المدرسة إذن هي جملة خاطئة لأنها لا تدل على الصورة Number two It's a quarter past seven الساعة الآن هي السابعة والربع هل هنا في الصورة الساعة السابعة والربع؟ هناك quarter تعني ربع Past تعني و Seven تعني السابعة دائما باللغة الإنجليزية نعكس كلامنا بالعربي نقول السابعة والربع سنبدأ بالربع وبعدها والبعدها السابعة إذن الصورة نعم تدل على هذه الجملة إذن هي جملة صحيحة ننتقل إلى السؤال التالي Write the correct word under each picture علينا أن نكتب الكلمات الصحيحة تحت كل صورة لدينا هذه الكلمات الكلمة الأولى Clock وتعني ساعة الصورة المناسبة هي هذه سنكتب Clock هنا Ink وتعني الحبر الصورة المناسبة هذه سنكتب Ink هنا Ring خاتم الصورة المناسبة هذه سنكتب Ring هنا Cheese الجب الصورة المناسبة هذه سنكتب Cheese هنا ننتقل إلى هذا الجدول لدينا هنا الساعة والجملة المناسبة لكل وقت علينا أن نصل ما بين الجملة المناسبة والصورة المناسبة Number one It's five clock الساعة هنا الخامسة تماما الصورة الدالة على الخامسة تماما هي هذه سنكتب Number one هنا Number two I usually play football at 8.30 ثامنة والنصف الصورة الدالة على الثامنة والنصف هي هذه سنكتب Number two هنا Number three Yesterday Yesterday I got up at quarter to ten كما ذكرت quarter تعني ربع سنقرأها بالعكس باللغة العربية إذن عشرة إلا ربع والساعة الدالة على عشرة إلا ربع هي هذه إذن سنكتب Number three هنا بالنسبة للساعة والأوقات قمت بتصوير فيديو خاص فقط لتعليم الساعة سأرسله على جروب التليجرام كي يستفيد منه جميع الطلاب والطالبات نكمل السؤال الأخير Fill in the missing letters علينا أن نكمل الأحرف الناقصة للكلمات الأحرف هي T مع H وتلفظ The أو The W مع H و S H ش P H ف الصورة الأولى هي صورة سفينة وتعني ship إذن الحرفان الذي ينقصه كلمة ship هما S H ship الصورة الثانية هي صورة الحوت ويعني whale الحرفان الذي ينقصه كلمة whale هي W H الصورة الثالثة هي صورة الهاتف ويعني phone الحرفان الذي ينقصه كلمة phone هما P H ويلفظا ف الصورة الأخيرة هي صورة ولد يفكر ويفكر تعني think 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 الحرفان الذين ينقصه عن كلمة think هما T H والآن وصلت إلى نهاية هذا الفيديو ونهاية شرح مراجعة الوحدة الخامسة من كتاب الإنجليزي للصفوف الثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني إذا عجبكم الفيديو واستفدتم منه انزلوا أسفل الفيديو اضغطوا على زر اللايك لا تنسوا أن تشتركوا معي في القناة وتفعلوا جرس التنبيه وشكرا موسيقى